تنظيم اللي أعلى المقاومة الشعبية هو أعلن ونفع وهو من جماعة الأخوة المسلمين هو اللي ينفس ولا العملية دي كبيرة أوي مثلا هو بداية اعتدنا في فترة الماضية أنه مفيش جماعتين بيعلموا مسؤولته عن الحادث فبالطبيعي بدلا هو الشيء واحد اللي أعلم مسؤولته عن الحادث فبكون هو نسؤول بشكل حالي أجنب نصر كان بتعملين أنصر بيت المقدس مش كنا بيعلموا ومحاديش بيعلم تاني وكان أحيانا بنزلوا لقطات بصورة يثبتوا أن هم هم اللي نفذوا هذه العمليات زي تفجير مدارة الأمن وغيرها من العمليات الماضية المجموعة الأخيرة اللي هي أعنات من صورة الحادث بتاعت الجيزة دي هم كان قبل كده نفس التنظيم ده أو نفس الليجان دي أعلنت عن تفجير أبرى الجهربة وسكك حديد وكلها كانت عمليات بداية الانتقال إلى عمليات نوعية جائز مش محتاج جهد كبير الناس عندهم هذه الطاقة من الغضب ومن الصقر كبيرة جدا عند كل جموع الإخوان اللي تم ممارسة عليهم درجة من درجات الدجل والشعوازة من أول ربعة والغاية ما احنا موجودين حاليا دول البسطاء أو الدهماء يعني برضو بعضهم طلبة جامعة هندسة وطب ويعني بعضهم من طلقة متوسطة وبعضهم في كليات وجماعة يعني ولكن نفس التأثير واحد سامي عيد في بداية كلامه بيقول لي أن احنا لابد من خطوات حتى لا نظل خطوات للحل حتى لا نظل لدخل هذه الدائرة المغلقة مغلقة صحيحاً الكامل 80 سنة وهم دخلوا في الكومون عشان واضحين من 54 إلى 74 حتى أنا أتذكر أن اللواء فروغ جماعة الإخوان دخلت حالة كومون من 54 إلى 74 20 سنة بعد عبد الناصر مختصور خروف بتاع سيد قطبي ده كان عدده مش كبير نعم ثم هجروا للخليج في هذا التوقيت لا وبعضهم كان في مصر مش معقولة لا مش كله يعني بس استمروا ثم عادوا مع فتح السنة أبواب الساحة السياسية لهم من خلال الجامعات رغم أنهو العشرين سنة دي كانت كافية للناس اللي كانت عندها 40 سنة بدت عندها 60 ولي عندها 54 بيعاندها 80 لكنهم عادوا بقوة استطاعوا في هذه الفترة أنهما يكونوا هذا التنظيم الكبير والمتضخم بهذا الشكل أنا حتى أتذكر أن الوقت فرون مقرحة قال لي أنهما كان مسؤول عن التلميساني هو راح يقابل السادات يعني كانوا خايفين التلميساني السادات كان عضو يسار في محكمة الشعب اللي حكمت على السبعة بالإعدام فخافوا أن مثلا التلميساني يكون ينقض على الرئيس فكانوا يخلينه تاوله فحتى بيقوله يعني شيخ عمر بقى وبيعده عن الإرهاب والتنظيم السري والحاجات دي ده السادات اللي بيقول لا ده اللي هو فرون مقرحة بيقول له عمر التلميساني تبقى نروايته فقال له ده احنا كلنا عندنا السكر والضغط وعجزنا وبتاله كلام من ده ده هم بس التلاتة اللي تخاف منه أعتقد هو قال له ما قالش لي قالوش التلاتة بس أعتقد أنه كان أقوزه مصطفى مشهور ربما أحمد المالت ربما السنانيري ربما محمد دسوقي ده هو أقطاب التنظيم الخاص التلاتة دول عملونا هذا التنظيم المتضخم اللي حنا نتكلم برضو في حدود نص ميون دلوقتي هلأ أركام متروحة من 200 ألف إلى 500 ألف طيب أنا عايز أطلع فاصل بس قبل الفاصل عايز أسألك جماعة الإخوان النهاردة هذا الكيان الضخم اللي فات عليه ما يقرب من 85 سنة تصنيف الكوادر بتاعته إزاي؟ يعني هناك مجموعة قيادات في السجن هناك جيل وسط هناك شباب إما غاضب مما جرى أو سائر أو أو ثم هناك بقى المحبين والتابعين هاخد التفصيل منك بس بعد الفرصة شكرا